تحتم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران باكستانية خاصة مساء هذا الجمعة بالقرب من العاصمة الباكستانية الطائرة مملكة لشركة بهجا للطيران وكانت تقوم برحلة من كاراتشي باتجاه العاصمة مديرية المطار أشارت إلى وجود 127 راكباً كانوا على متن الطائرة سوء الأحوال الجوية في روالباندي في ضواحي إسلامباد كان أحد أسباب سقوط الطائرة